يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منذ لحظات أعلم فتوح على حسابه الرسمي على انستجرام تجديد تعاقده مع النادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم وقدم اعتذار لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك عما حدث في الفترات السابقة وتبعها قرار من إدارة نادي الزمالك بعرضه للبيع مع زميليه مصطفى الزناري ومحمد الصبح الآن أحمد فتوح مستمر مع نادي الزمالك ومعها غلق تام لكل صفحات الاجتهاد غلق تام لكل المشاكل السابقة صفحة جديدة لللاعب مع نادي الزمالك وان شاء الله صفحة جديدة مهمة مع منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية كان مهم جدا استقرار اللاعب ومهم جدا أيضا لنادي الزمالك إن فتوح يبقى موجود فتوح كتب على انستجرام جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب على مدار سنوات هتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة وان نستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبعية بكتاب التاريخ جديد ياليق باسم نادي الزمالك صاحب الفضل على الجميع وبكل التقديل للجميع أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن ناية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من إخوات الكبار كباتن الفريق أو إخوات الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأيقارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا توكلنا على الله عاش الزمالك عاش الزمالك خلصة الحكاية خلصة الحكاية على خير لنادي الزمالك وبالتأكيد أولا لللاعب نفسه نستمر مع نادي عظيم وكبير زي نادي الزمالك